نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكافحة التمييز وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول الصالون مناقشة عدة محاور منها الأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض للتمييز بالإضافة إلى تربية النشأة على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر كما ناقش الصالون جهود مصر في مكافحة التمييز فضلا عن دور الإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة مكافحة التمييز